كما قال عمر رضي الله عنه أنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء كيف تدعو الله تعالى أما الإجابة فمضمونة والله تعالى إما أن يعجل لك الخير أو يصرف عنك من السوء بمثله أو يدخر لك في الآخرة فكن على يقين أن كل دعاء مستجاب لكن كيف يستجيب الله لك هذا الله تعالى يعلم ما يصلحك فبهذا يكون للإنسان دائما مستبشرا متفائلا وأن الله استجاب دعائي فإذا كان عنده هذا اليقين وإن كان يريد أمرا يرى فيه الخير فيلح على الله تعالى الإلحاح على الله تعالى من أعظم أسباب الإجابة كما جاء في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جاء في الحديث دعا ثم دعا فعافاه الله تعالى من السحر فيه الإشارة إلى الإلحاح في الدعاء وأن يتأدى بالمسلم بآداب الدعاء من أن يناجي ربه بالثناء على الله أولا يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يستجيب مننا جميعي ثم ينطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل